بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم تاني حلقاتي معاكم في التغذية معاكم دكتور بدران دكتورات تغذية العامة والعلاجية ومايكروبيولوجي تحليل الغذية الحلقة اللي فاتت تكلمنا سريعا عن محاور التغذية الرئيسية وإزاي كل جسم وكل جسم إحنا ماشيين معاه إزاي الوقت ما أسعفناش كويس لكن إن شاء الله لكن إن شاء الله حاليا إن شاء الله نقدر نتكلم في جميع الأشكال بالتدريج اللي إحنا بدأنا فيه من الحلقة اللي فاتت هنذكركم كويس إحنا نبزة مختصرة كده عن اللي حكيناها المرة اللي فاتت اتكلمنا مرة اللي فاتت عن التغذية مفهوم التغذية إزاي أنا بتعامل في التغذية اتنقلنا بعد كده في محور تاني في التغذية اللي هو قدر تحدد كتلة الجسم ومعامل كتلة الجسم وحددناه زي ما قولنا الطريقة الحسابية اللي نحدد فيها اللي اتقلنا بعد كده اللي هي أنواع الجسم الجسم سواء تناسولي أو كازري أو درقي أو نخامي وانتهينا عند كده على أساس هنبدأ نكمل في حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنبدأ النهاردة عشان نتكلم باستفادة شوية في الجسم التناسولي الجسم التناسولي هو جسم الجسم التناسولي عندنا هو جسم بيكون زي ما قولنا في مواصفات أقدر أحدده زي ما قولنا هذكركم بيها سريعا اللي هي بيكون عريض من منطقة الأرداف وبيكون عريض من منطقة فوق منطقة الأرداف ونحيف في المنطقة اللي هي الأكتاف والصدر طيب بالنسبة للأكل اللي سبب ظهور الجسم التناسولي إيه؟ الجسم التناسولي اللي هو قولنا الجسم الكمسري يعني اللي هو على شكل حبة الكمسرة على شكل صمرة مسرة طيب إيه سبب ظهور الجسم التناسولي؟ قولنا اللي هو نشاط في الغدة الكذرية مع قبول أو ضعف في الغدة الدرقية والنخمية طيب أنا عايز أخسس الجسم ده بسهولة يعني عايز الجسم ده ينزل بسهولة يبقى لازم أعمل توازن ما بين إفرازات الغدد وبالتالي توازن ما بين منطقة الأكتاف والصدر مع منطقة الأرداف يعتبر من الأجزام الصعبة في نزولها اللي هو الجسم التناسولي النتيجة لعدم التوازن ما بين منطقة الصدر عندنا والأكتاف مع منطقة الأرداف لأن الأكتاف والصدر بيكونوا نحيف والمنطقة الأرداف بتكون أعرض منها شوي طيب هنقدر نتطرك للغذاء اللي هو هيعمل لنا الشغل ده ما عليش هو أنا لازم أتابع نظام غذائي كويس مع نظام رياضي علشان أقدر أصلى عيوب الجسم ده هو كتير هيزعل من كلمة عيوب لكن هو فعلا يعني إحنا منتطرك لها أنها عيوب شوية لكن إحنا هنقولها في حلقاتنا إن إحنا عشان نعمل تناسق للجسم عشان محدش يزعل مننا طيب هنعمل تناسق إزاي للجسم ده أنا عايز فيه أغذية ممنوعة عندي إن أنا أخدها للجسم التناسولي أغذية زي إيه اللي هي بتحس وتحفز الغضة الكذرية زي إيه عندنا زي اللحوم الحمرة أمنعها تماما زي منتجات الألبان كاملة الدسم أمنعها تماما زي برضو عندنا الأكل المملح عموما بمنعه تماما زي المحار بمنعه تماما دي كلها أكل أو أصناف غذاء بتؤدي لحس وزيادة إفرازات الغضة الكذرية اللي أنا قريدي عايز أقلل إفرازاتها طيب بالنسبة عندنا عايز أزيد من دي دي ممنوعات اللي هي الغضة ممنوعات الأكل بيحس ويحفز الغضة الكذرية يبقى عيدها تاني اللحم الأحمر عندنا منتجات الألبان كاملة الدسم ما بين كريمة ما بين لبن كاملة الدسم ما بين جبن كاملة الدسم دي كلها زبادي كاملة الدسم أو رايب ده كله بنمنعه تماما من نظامنا الغذائي طيب هبدأ أنا أخد معايا تاني اللي هو النظام الأكل المسموح ليا اللي هو من خلاله هنشط إفرازات الدرقية وإنه خمية عشان يعمل لي توازن في الجسم وبالتالي يظهر تناسق الجسم عني طيب إيه الأكل اللي بيحفز هنبدأ بالغذة الدرقية هناخد الأكل اللي بيحفز ليها اللي هي الخضروات عموما بشكل عام فيما عدا الممنوعات يعني أي نوعية خضار ما عدا البطاطس والقلقاز بنبعد عنها وبنبدأ نتناول الخضار بتاعنا المتاع طيب بالنسبة حاجة تانية الكافيين يعني أنا ممكن أخد شاي ممكن أخد قهوة بتنشط معايا الغذة الدرقية كمان والفاكهة تماما طيب بنتنقل بعد كده اللي هي الغذة النخمية إيه اللي بيحفز إفرازاتها عندنا اللي بيحفز إفرازاتها بنتناول كربوهايدرات مع منتجات الألبان لكن مش كاملة الدسم ليالة الدسم أو ممنوعة أو عديمة الدسم اللي هي ممكن أخد جبنة لايت أو زبادي لايت أو أي لبن منزوع الدسم أو كريمة بس تكون لايت يعني طريقة خفيفة طيب إحنا تطرقنا لنوعيتين الغذاء الدول طيب أنا عايز أعمل ضايت مناسب يعني ده كلام عام طيب أنا ماجه أعمل ضايت مناسب للغدة اللي هو الجسم التناسولي علشان نبدأ ننفذ ونطبق ونبدأ فعلا ننزل وزننا طيب هنبدأ إزاي دايما عادة ما بنخلي الجسم التناسولي مميزاته هو إن أنا ممكن أخد قطعة حلوة مرة أو مرتين في الإسبوع كتنشيط للغدة الضرقية نفسها عشان يبدأ يحفزها عشان تعمل توازن معي بس قطعة صغيرة يعني أنا لو أخدتها بأخدتها مكان وجد الحاجة التانية إن أنا دايما وأنا بعمل نظام الغذائي أو أنا باكل عايز أكل حاجة عامة أنا باختار ما بين اللي أنا قلته مسموح وبمنع الممنوع بس بيكون وجبتي في الفطار بيكون صنف واحد من الأصناف المتاحة سواء خضروات أو فاكهة أو كربوهيدريت أو البروتينات المتاحة زي الفراق السمك البيد الجبنة التونة أي حاجة من أنواع البروتينات دي في العشاء كمثل بيكون صنف واحد من الغذاء ده الوجبة الرئيسية عندي بتكون وجبة العشاء طيب موعيد الأكل عندنا إيه ببدأ أخد وجبة الفطار من الساعة من صباحا ما لا يقل عن تسعة صباحا يعني من خمسة صباحا لتسعة صباحا لأن معدل حرق الدون في الفترة الصباحية نهاية الساعة 11 طول ما أنا بدي أكل قبل 11 بدي فرصة للجسم إنه يحرق الوجبة اللي أنا أكلتها كلها طيب أنا أبدأ ده أعطي له أكل بعد الساعة 11 اللي هو بنقول عليه الفطرة الصباحية المتأخرة الجسم بيخزنها لأنه مفيش حرق في الجسم القايد بتاع الجسم يعتبر منعدم تماما في الفترة دي طيب أنا دلوقتي عايز أفطر أفطر ممكن خضار قلنا أي نوع خضار ممكن ناخده ستي أو مطبوخ أو خضار أخضر زي ما قلنا خاصة كليار كابوتشي بتنجان الحاجات دي كلها ممكن أخدها في وجبة الفطار أو فاكهة قلنا الفاكهة كلها المسموحة معادة عندنا فاكهة المنجا وفاكهة العنب فاكهة الموز والطمر والبلع أمنع الخمس أنواع فاكهة دولة وأشتغل أخد أي نوع فاكهة معايا والخضار كمثل قلت جميع أنواع الخضار معادة البطاطس والقلقاس طيب بالنسبة للكربوهايدريت عندنا نوعين من الكربوهايدريت فيه عندنا الحبوب المطحونة اللي هي قلنا الأرز والخبز والدقيق وما شبه ذلك وفيه عندنا الحاجة التانية اللي هي الحبوب الكاملة اللي هي جميع أنواع البقوليات دي كلها مسموحة لنا لكن أنا حابة أغضح شيء قبل ما أبدأ كنظام الغذائي للغضة للجسم التناسولي أنا زي ما قلت لك الواجبة الرئيسية بتبقى في الفترة المستئية يبقى واجبتي الفطار صنف واحد من الأنواع المسموحة والواجبة الغداء صنف واحد من الأنواع المسموحة واجبة العاشة عندنا بتكون صنفين من الأنواع المسموحة طيب واجبة الغداء معتها إمتى واجبة العاشة معتها إمتى واجبة الفطار معتها إمتى قلنا واجبة الفطار من خمسة صباحا لتسعة صباحا واجبة الغداء من واحد لتنين ظهرا واجبة العاشة من خمسة لستة مساءا ما نتعداش التوقيت ده لأن في الفترات اللي ما بينهم بيكون الجسم خامل والأي ده عندنا يكاد يكون منعد طيب الحاجة التانية أنا عايز بجوع بالليل يعني أنا مثلا أنا أخدت خمسة لستة أكيد هاجي الفترة المسائية أنا لو بصهر هاجي بوع يبقى أنا هشتغل فاكهة المفروض هأجل الفاكهة اللي أخدها في العاشة هأجلها أخدها في الفترة المتأخرة من الليل يبقى أنا لو بعمل ضايت سريع للجسم الكاظري هنبدأ ننزل الضايت هيكون واجبة الفطار عندنا هناخدها صنف واحد يعني أنا لو ببدأ شاي أخد كباية شاي من غير سكر طبعا مع تفاحة عادية على أساس نوع من أنواع الفاكهة ما فيهاش نسبة دهون وفيها ألياف بتشبعني حاجة التانية أنها بتعلي القايدة في الجسم عندي وباخد كباية شاي من غير سكر علشان أقدر أنشط الكبد إنه يساعدني في مرحلة الحرق في الفترة للصباحية طيب أنا قلنا هيبقى الفطار تفاحة يبقى الفطار تفاحة وكباية شاي وعندنا الغداء برضو واجبة خفيفة ممكن أخدها زبادي لايت أو أخدها فاكهة أو خضار وممكن أخد بعد كده العاشة اللي هما صنفين أخد أي نوع بروتين مع خضار فيه أربع قواعد عندنا في التغذية لازم نرعيهم إن أنا عمري يعني علشان أكل أكل سليم صحي مجمعش بروتين مع النشويات لأن كل إنزيم هضم منهم بيوقف عمل التالي لكن أنا أجمع خضار مع بروتين مفيش مشكلة أخد بروتين سواء فراخ أو سمك أو بيت أو جبنة أو لحمة أو تونة أو فول أو أي حاجة متاحة عشان تيسيرا على الناس أنا ما بقولش لحمة بس من الجبنة لللحمة مع خضار ممكن أخد خضار سوتيه أي نوعية خضار سوتيه مع عدل بطاطسول والأس أو شربة خضار أو خضار أخضر خاص وخيار طيب وممكن أخد نشويات مع خضار برضو ممكن أخد عيش رغيف خبز مفيش مشكلة مع طبق خضار سوتيه وخاص وخيار وممكن أخد خضار مع فاكهة يعني أجمع بروتين مع خضار ماشي نشويات مع خضار ماشي خضار وفاكه ماشي إنما بروتين ونشويات ممنوع نهائي أجمع ما بينه والفاكهة قلنا هناخدها فترة متأخرة من ليه طيب عندنا الوجبات اللي ممكن هاخدها في الوجبات اللي هننزلها للجسم التناسولي لو هي جاهزة يا جماعة هننزل بس الضايت طيب شوية بس ماشي أنا معاكم هقولها وبعدين هننزلها لللي عايز يكتبها من على الشاشة إن شاء الله زي ما قلنا هناخد الغدى زبادي لايت أو فاكهة أو خضار وبالنسبة للعاشة هيبقى وجبات منوعة ممكن هنقول في وجبة اللي هنقسمهم ست أيام مش شرط الترتيب فيهم زي ما أنا بقولهم هو الضايت ظاهر معنا على الشاشة لو إحنا متابعين هنلاقي الفطار ثابت طول أيام تفاحة وكوبات شاية وقهوة بدون سكر الغدى ثابت طول أيام زبادي وياريت نحصر على الزبادي عصرة لمونة عشان نعلي حرق الجسم شوية العاشة هو هيبقى مختلف يوميا كل يوم نوع مختلف اليوم الأول هاخد طماطم بأي كمية مع فراخ معاكم الربع النص فرخة ما شوية مع ربع رغيف عيش من اللي هو العادي أو رغيف كامل سن طيب اليوم الثاني هيكون إيه لو فيه سمك هاخد سمك ماشو بأي كمية مع طبق صلة خضرة بأي كمية الكمية مش محددة في فترة السم طيب اليوم الثالث ممكن أخد اتنين بيضة مسلوقة مع صلة خضرة مع ربع رغيف عيش برضو زي ما قلت أو رغيف سن طيب اليوم الرابع هتبقى تشكيلة فاكهة ما بين برتقان مع تفاح مع جوافة مع كانتالوب مع كيوي مع كوميترا أي مع فراولة أي نوع فاكهة من المتاع عندنا اللي هي مسموحة مش ممنوعة اليوم الخامس لو فيه لحمة هاخد قطعتين لحمة مع طبق صلطة مع ربع رغيف عيش أو هياخد رغيف سن بدل ربع رغيف عيش اليوم السادس هيبقى لو فيه تونة هصف في زيتها أو تونة صحية أو تونة ضايت بتبقى محفوظة في المية مع صلة خضرة مع برضو ربع رغيف أو رغيف سن فيه عندنا الفاكهة الممنوعة كانت بينها والخضروات الممنوعة كانت بينها والمشروبات الممنوعة كانت بينها ده الرجيم للجسم التناسولي والكذري على السواق احنا النهاردة تكلمنا في الجسم التناسولي باستفادة الحلقات الجهة ان شاء الله هنتكلم في الجسم الكذري هنبدأ ننزل هنعرض مع بعض ازاي نقدر نخس بتخصيص موضعي احنا تكلمنا دلوقتي في الجانب اللي هو الجانب الضايت أو الجانب الغذائي كمان حابة اقول شيء بالنسبة للجسم التناسولي الرياضة فيه عندنا انواع رياضة مهمة جدا للجسم التناسولي عشان يقدر ينزل عندنا اللي هي رياضة المشي السريع وليس الرجل السريع بخطوات سريعة اللي عندنا اللي هو افزل الحبل اللي هو المعتاد عند الناس اللي عندنا الحاجة التانية اللي هي الدراجة السابتة أو العجلة السابتة دي اماكن كلها ما بتحتاجش ان انا اشترك جمي ما بتحتاجش ان انا اروح في مكان متسع هي مكان في البيت بنقدر نستعيد عن الرياضة بتاعتنا بشكل سليم واللي مش متاع عنده الاماكن دي ممكن يطلح سلالم وينزل سلالم بنعملها بوقات معينة عندنا بالنسبة اللي هي المشي بنمشي ربع ساعة الدراجة السابتة ربع ساعة افزل حبل بالنسبة بيكون عشر دقائق عشان انشط منطقة الاكتاف والصدر عشان يبدأ فيه التناسق معايا في الجسم هنبدأ فيه طبعا احنا تكلمنا في السمنة بشكل عام للجسم الكزري الجسم التناسولي هنبدأ نتعامل ازاي نشتغل عليه سمنة موضعية للجسم التناسولي نفسه ازاي ان اقدر الجسم ده لو فيه عند بروز في مناطق البطن في الجناب في الارداف بروز في مناطق الراجل بروز في الدراع بروز في الاماكن دي اقدر اشتغل عليها بالتخصيص الموضعي اللي يديني نتيجة تفتيت للدهون دي خلال مدى قصية هنبدأ نعرض عندنا جهاز اللي هي الصورة اللي تكلمنا عليها في الحلقة اللي فات لك ما كلمناش اللي هي ما كملناش فيه اللي هو جهاز زيلتك رايولاي بوليسز ده جهاز احدث تقنية نازلة لتفتيت الدهون بالتجميد وحبه بنشر الناس كلهم ان الخلية الدهنية لما بتحصل لها تجميد الخلية بتتحلل تماما وما بتعودش مرة تانية ودي يعتبر احدث حية نازلة عشان الجسم ما يرجعش مرة تانية انا بعمل الجلسة خلال اليوم او خلال الاسبوع المفروض بشتغل جلسة كل اربع اسابيع لان الجسم الخلية بتبدأ تتحلل هنزل الجهاز هتشوفوه قدامكم دلوقتي هنزله عشان الكل يبقى عارف الجهاز ازاي هو ده جهاز زيلتك بيتكون من اتنين هيد كرايو بيبدأ لو هنعرض الهيد المنفصلة هنشوف لقطاته هنغير الصورة هو الجهاز زي ما قلنا بيبدأ يموت الخلية الدهنية بالتجميد في المنطقة دي بتبدأ تتحلل خلال مدى اربع اسابيع يعني انا نتيجتي بتبان خلال مدى الاربع اسابيع من اول جلسة بتبان لكن النتيجة القصوى بتبان خلال مدى الاربع اسابيع زي ما احنا شايفين دي هيد الكرايو بيبدأ يشفط منطقة الدهون اللي احنا شايفينها دي بيبدأ يسحب الخلية الدهنية على منطقة المنتصف زي ما احنا شايفين بيبدأ تجميد للخلية الدهنية نفسها وبالتالي بتؤدي لتحلل جدار الخلية الدهنية ويبدأ الدهون تتناصر في الجسم يبدأ يمتصها الجهاز اللي يمفاوي المنتشر في الجسم ويبدأ يدخلها من خلال الدم يطلع الكبد الكبد نشاطة يطلعها عن طريق الايد بتاع جسم خارج جسم الانسان على مدى اللي هو اربع اسابية زي ما شوفنا هو ده الهيد نفسه على الجسم بنبدأ نحط طبقة على الجسم ونبدأ نحط الهيد اللي هو الشفط بنبدأ الطبقة دي بتكون طبقة مبللة عشان الاحتكاك ما بين الجهاز او جدار الهيد مع الجسم بنعرض صورة تانية ده كده اللي الهيد بنستخدمه في مناطق منوعة يعني الجلسات دي في مناطق الدراع كنحنا شايفين الجلسة دي شغالة على منطقة الدراع اللي هي منطقة السمانة من هنا اللي نازلة معنا بيقللها تقريبا في محيطها خلال اربع سبيع تقريبا من تمانية العشرة لاثناشر سنتي بالمنطقة دي على حسب قطر كل منطقة عند الاشخاص المختلفة بنشتغل برضو دي صورة توضحية تانية ممكن احنا شايفين الصورة اللي على الشمال اللي عليها الدايرة قبل والصورة اللي على يمين الصورة اللي فوق قبل والصورة اللي تحت دي بعد الجلسة يعني احنا شايفين الصورة هنا في بروز في منطقة الجنب وبعد الجلسة الصورة اللي على يميننا ما فيش بروز يكاد البروز يعتبر قالب نسبة 30-40% خلال جلسة واحد الصورة بردول دي بنشوف بنقدر نشتغل على مناطق الدفوهات اللي هي في الجوانب يمكنها شايفين الصورة من على شمالنا عاملة ازاي والصورة بعد مدى شهر ده بعد شهر من استخدام الجهاز كانت النتيجة ازاي يمكن النتيجة هو ده الجهاز اللي هو عوضا لعمليات شفط الدول لكن بطريقة امنة عندنا برضو دي قبل الصورة اللي على الشمال منطقة البطن وده بعد بيشيل تقريبا من 20-30 سنتي في الجلسة من منطقة الدهون في المناطق دي برضو بنستخدمها على مناطق الصينيات اللي في الخلف اللي هي خلف الاكتاف يمكن كتير من الستات عندهم مشكلة دي بسبب نشاط هرمونات الغودة التناثلية عندهم بنبدأ نشيلها يمكنها شايفين الفرق واضح جدا ما بين الصورة قبل و بعد الجلسة هنكمل موضوعنا تاني احنا يمكن احنا شوفنا هنستعرض فيديو بسيط لجهاز الزلتك ازاي طريقة عمله وازاي شرحه وازاي تحليله لخلية الدهونية احنا شوفنا صوره هنقدر نحدد نشوف الفيديو يكون توضيح لنا اكتر لو جاهز هنعرضه يا جماعة طبعا الزلتك عمل صورة كبيرة جدا يمكن احنا شايفينه دي مناطق الدهون عندنا متراكمة في الجوانب يمكن ده سمنة موضوعية في اغلب اجزاء البط مع الجوانب يمكن بنحددها اللي هي حجمها شايفين فيه بروز في البطن بنقدر نحدد الاماكن اللي هنشتغل عليها على حسب قطر هد الجهاز بنعملها جلسات متداخلة عشان تغطي الاماكن كلها ونبدأ بعد كده نحدد قطر النسبة دي كم سنت دهون كنحن شايفين بنحدد كل منطقة هنقدر نشتغل عليها اللي هي متراكم فيها نسبة الدهون بنبدأ بعد كده نحط الغشياء بتاعنا اللي هو المبلل على اساس نمنع احتكاك الجسم بالهد بنبدأ بعد كده نفرد الغشياء ده ونبدأ نستخدم الهد على المناطق اللي انا علمتها ببدأ اصبط الجهاز على ماينس من A3 دي درجة البرودة اللي ممكن تجمد الخلية نفسها زي ما احنا شايفين الجهاز مجوف من الداخل بيبدأ يسحب منطقة الجسم في المنطقة دي منطقة الدهون ويعمل لها تجميد للخلية الدهنية في المنطقة دي يمكن احنا هنشوف دلوقتي بعد الجلسة هو بيسيب احمرار بسيط بيزول بعد خلال 24 ساعة من الجلسة كنحنا الطايم بنحسبه على حسب منطقة كل دهون قدي ايه الطايم اللي ممكن نشتغل عليها في المنطقة دي زي ما احنا شايفين الطايم بيتحدد مع درجة تجميد نفسها دي منطقة تانية بيسحب فيها بقدر بعيش حياتي وانا بعمل الجلسة ممكن لو داخل نت داخل عندي بشاهد شاشة بشاهد اي شيء بنشغل فيه بكلم تليفوني ما فيش اي ادنى مشكلة لانه هو ما فيش قلم تماما المنطقة دلوقتي بعد ما شلنا الهد من عليها دي الفترة اللي اشتغلناها بتسيب احمرار بسيط زي ما احنا شايفين والمنطقة دي تكاد تكون جمدت كل الدهون اللي فيها على مدى الشهر بتزول تماما منطقة الدهون اللي انا سحبتها دي وده خير بديل لعمليات الجراحية اللي هي عمليات شفط الدهون لكن مش نتيجاتها زي عملات شفط الدهون لكن دي المستوى التاني بعد شفط الدهون ان شاء الله هنبدأ طبعا استعرضنا معاكم في حلقاتنا دي الجسم التنسولي وكل ما يخصه من نظام غذائي ما يخصه من الرياضة ما يخصه من تخصيص موضع الاماكن معينة خاصة في الجسم التنسولي عندنا حبينا نعرض لكم شيء تحفيزي لان هنبدأ نعرض لكم برضو ازاي الخلية الدهنية بتتحلل طريقة تحليلها عشان المشاهد يبقى عارف هو ايه اللي بيحصل بالضغط يعني ازاي انا جسم الكل بيتسائل ازاي المنطقة دي هتنزل فانا لازم هوضح دلوقتي ازاي الخلية نفسها بتتحلل وبيمتصها الجهاز اللي مفاوي يطلحها برا خارج الجسم هنعرض فيديو تاني هيوضح لنا الكلام اللي قلنا عليه ده زي ما احنا شايفين دي الخلية الدهنية نفسها خلايا مركبة متركبة مع بعضها لازم عشان يمتصها الجهاز اللي مفاوي لازم افتت الخلية دي زي ما احنا شايفين بيبدأ يحصل لها تفتيت على مدى الجلسة خلية بتزول بيتدي فرصة للخلية المجاورة انها تتفتت بنشوفها ككتلة دهنية زي ما احنا شايفين الكتلة الدهنية على مدى الايام اللي هي ظهرت ستعين يوم بتبدأ الخلية دي تنتهي تماما زي ما احنا شايفين البروز اللي تشال مساحته قد ايه بالزبط حاجة تانية استعرضنا لكم الجهاز وطريقته عايزين ننوى لازاي نشجع المشاهد انه يبدأ المشكلة مش في اننا اعمل ضايت المشكلة في اننا استمر عليه والاهم من اننا استمر عليه ان مرجعش تاني لجسم الاولاني واقلا انا ما بعملش ضايت علشان شهر او اتنين وارجع تاني يبقى قلته احسن دايما البيشان لما بيجي لنا وبنحدد له نسبة الدهون وبيطلع على جهاز تحليل الدهون في جسمه بنبدأ نحلله قد ايه في نسبة الدهون وقد ايه هو عايز ينزل قد ايه انا هقدر افيده وانزله نسبة الدهون دي من خلال تحليل جسم الانسان واحدد له ايه اللي زايد عنه نسبة سوايل او دهون ونسبة معدل حرق الدهون في جسمه قد ايه وبنشتغل على الحاجة الزايدة عنده ونبدأ ننزله بيها طبعا ببدأ اتكلم مع البيشان في اثار السمنة علشان ندي له ايه العواقب اللي ممكن لو ساب نفسه هيوصل لها عشان اعمله عامل تحفيزي ونفسي يعني باجلس معاه جلسة نفسية يمكن احنا عندنا استيل النهاردة يعني يمكن مشرف لكتير من الشباب وياريت الكل يحتزى بيه وده من عناصر كتيرة من عناصر نجاح كتيرة في السنتر عندنا يمكن احنا اخدنا ستيل منهم واحد لكن عندنا حالات كتيرة مشابهة الستيل اللي هيظهر لنا حاليا عندنا نسبة كبيرة بتنزل ما بين 40 ل 60 كيلو فعلا حد يقولك 40 ل 60 كيلو ازاي لا بالحقيقة بالارقام عندنا نسبة كبيرة من 40 ل 60 ونسبة اكبر من 20 ل 30 والنسبة القصوى 20 كيلو عندنا اللي فيه حالات برضو وصلت 75 كيلو بنظام الضايت واستخدام التخصيص الموضع ليهم واستخدام الضايت المناسب على حسب نوع الجسم المناسب ليهم يمكن معنا النهاردة محمد محمد شاب لسه في مقتبل عمره محمد يمكن احنا ان شاء الله محمد يمكن احنا لو شوفنا محمد قبله ومحمد بعد الكل هيتمنى يكون محمد التاني عندنا حاجات كتير محمد لما جالي محمد لسه صغير في عمره كان يتوجب علي انه لازم اقوله عواقب السمنة اللي ممكن تحصله هننزل صور محمد دلوقتي وهنتكلم خلال الحالة واحنا بنعرض الصور محمد ده كان اول ما بدأ محمد كان 140 كيلو يعني احنا شايفين محمد في مختلف الصور ظهر عليه السمنة في الجسم عمتا وكمان ظهره في مناطق البشرة هنعرض صورة تانية هنعرض صورة تانية لمحمد وهنعرض صورة تالتة لمحمد ده محمد معنا قبل التخصيص هنعرض صورة تالتة ده محمد معنا وهنقدر نشوف محمد حاليا محمد حاليا نازل 50 فيما يزيد عن 50 كيلو محمد حاليا 90 كيلو من 140 كيلو خلال 4 شهور بس محمد اشتغل معنا 4 شهور تخصيص موضعي مع نظام غذائي مع رياضة مناسبة لجسمه محمد هنشوفه دلوقتي قدوة لكل الشباب ياريت الكل يحتزى به حافظ على نفسه قدر يلبس قدر يظهر بانسان جديد في الحياة هنشوف محمد معنا وبرضو هنديله الكلمة انه هو يتكلم معنا ويقول ازاي هو تشجع وبدأ يمكن كان لي جلسة نفسية في الاول حددنا لي عواقب سمنته علشان كده اخدناها مراحل من 140 ل125 ل115 ومحمد معنا هرحب بمحمد وهو هيتكلم ويقدر يقول لكم هو بنفسه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا كنت بدأت وانا عمري عند 17 سنة في اخر شهر خمسة وانا في تانية سنوي بدأت مع الجدل مع الدكتور بدران وكان عندي عزمة شديدة اننا نستمر مع الرجيم ونغير في نفسي وتانيت ماشي معاه لحد جريب لحد شهر 11 وثبت وانا كده بعد تثبيت بجالي شهريه وانا كنت عند عزمة جمدة واسرار شديد وكانوا بيساعدوني في البيت برضو وكان برضو عند العزمة وكنت متشجع من صحابه ومن كله وانا زي ما انتوا شايفين دلوقتي محمد بنشكر محمد محمد دلوقتي يعني حاجة تانية وحاجة جديدة وان شاء الله نتمنى له التوفيق دايما وفي اخر حلقتي معاكم مفيش غير ان انا بقول لكم ساعدت بيكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا وان شاء الله نشوفكم كده على خير وان شاء الله انتظرونا في الحلقات الجاية من كل خميس الساعة 2 مع رجيم دكتور بدران نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق دايما واشوفوا اشوفكم على خير في امان الله نتمنى لكم